متكئا على عكاز خشبي يقضي الحج أبو صبر يومياته المثقلة بالهموم في بيت متواضع في لبنان فالحرب السورية سلبته خمسة من أولاده باتوا اليوم مفقودين في سوريا من بينهم ابنته المسجونة وأولادها منذ أربع سنوات ولد منهم بالسجن ومقوص برجله وبيبطنه وهو بالسجن سلوه هلأ سنتين ونص ما بعرف عنه شي اللي بعرفه كمان بنتي الكبيرة بالسجن كون جوزة ضابط والشق عن الجيش اجوا اخذوا بنتي وولادها تحترق سجارة الرجل السبعيني ويحترق قلبه مع كل خبر وارد من سوريا أصدقاؤه يحاولون التخفيف من معاناته اليومية آملين المساعدة في معرفة مصير ألاف المفقودين مصيبته ولا بتمره ولا بتمره بيلي والله ما بتمنها لليهودي أنا أنا مصيبتي ما بتمنها لليهودي ويأمل أبو صبر الخروج من كابوس الحرب والاعتقال في أسرع وقت قصص اللاجئين السوريين كثيرة ولا تنتهي ففي مخيمات اللجوء بعيدا عن الوطن يبحثون عن أحباء لهم فقدوا أو اختطفوا في الحرب مأساة مدرجة بالخيبة والانتظار يخيم الصمت على مخيم اللاجئين السوريين هذا في جبل لبنان وجوه غارقة بالحيرة تسأل عن دويها بعد سنوات من الحرب من حمص وحلب مرورا بإدلب ودرعة والغوطة وجوه تدعو المنظمات الدولية إلى تقصي الحقائق ابن عمي خلصوا سيارة وحبسوا وماتوا وطالعوا وأبني كمان قعد فترة طويلة بالسجن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقول إنها استقبلت 2700 طلب بحث عن مفقودين منذ بدء الحرب السورية وتحاول المنظمة مساعدتهم في جمع المعلومات وكانت منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير لها نشرته قبل آخر أشهر أن حملة منسقة من عمليات الاختفاء القصري تمارسها أجهزة أمنية رسمية في سوريا منذ بدء الحرب هناك ويتحدث التقرير عن تفاصيل مأسوية ومؤلمة للدمار والصدمات التي تلحق بعائلات عشرات الألاف من الأشخاص الذين اختفوا دون أثر داخل سوريا سلمان العنداري سكاي نيوز عربية من مخيم طافش للاجئين السوريين جبل لبنان